صورة قاتمة جدا ترسمها التقارير بشأن تأثير تغير البناخي على أنماط الاستيطان البشري فالعالم قد يشهد زلزالا على خريطة الهجرة خلال العقود الثلاثة المقبلة تقرير للبنك الدولي تحدث عن احتمال هجرة مائتين وستة عشر مليونا بحلول عام الفين وخمسين لأسباب وجيهة منها الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار وشح الموارد الغذائية وتعطل النظم الايكولوجية الهشة في تقريره في عام الفين وثمانية عشر توقع البنك الدولي ان تشهد العقود الثلاثة القادمة هجرة مائة وثلاثة واربعين مليونا من افريقيا جنوب الصحراء وجنوب اسيا وامريكا اللاتينية ثم عاد ليضيف الى الارقام المتوقعة بشأن اعداد المهاجرين بحلول الفين وخمسين ثلاثة وسبعين مليونا من شرق اسيا والمحيط الهادئ وشمال افريقيا الارقام المتوقعة صادمة لكن مع ذلك يؤكد البنك انه في حال تحركت البلدان المتقدمة بجدية للحد من الغازات الدفيئة وتقليص الهوة في المجال التنموي وتصحيح النظم البيئية الحيوية ومساعدة الناس على التأقلم فيمكن خفض الهجرة المناخية بنحو ثمانين في المئة ويصبح عدد المهاجرين 44 مليون شخص بحلول عام الفين وخمسين ومن دون اتخاذ اجراءات حاسمة يحذر البنك الدولي من تشكل بؤر ساخنة للهجرة المناخية في العقود القادمة وهو ما سيطرح طبعا تحديات كبيرة امام البلدان المضيفة